نعم ضياء ومنذ عام 1972 حتى اليوم يبقى السؤال لماذا قتل غسان كنفاني نعلم جيدا غسان كنفاني لم يحمل بندقية ولم يفجر عبو ناسفة لكنه كان يكتب بالطريقة التي أقلقت جولدا مائير في ذلك الوقت ضياء لتتخذ القرار باغتياله هذا التاريخ وهذا الارث ما زال حاضرا حتى اليوم كتب كثيرة بالتأكيد ناقشت وحللت تجربة غسان كنفاني وما الذي يدور في بال غسان كنفاني عن هذه التجربة الوطنية والثرية بما يتعلق بالأدب الفلسطيني نتحدث بشكل أكثر مع الدكتور محمد فراحات الكاتب أهلا وسهلا بك دكتور سعد صباحك سعد صباحك وصباحك وشكرا لكم أهلا وسهلا أهلا بك معنا دكتور في البداية عندما نتحدث عن غسان كنفاني نتحدث عن أدب وطني مقاوم بالتالي الدوافع التي دفع الدكتور محمد فراحات لهذا الكتاب لماذا غسان؟ لماذا الكمين؟ نعم وإذا تسمحوا لي أنا ستحدث عن الكتاب وعن غسان كقارئ وكأحد الذين كان لديهم صدا واهتماما لدور وقول غسان كنفاني نحن نعرف عندما حصلت النكبة الفلسطينية عن 28 جردت الفلسطينيين من كل شيء وفي قول للراحل محمود درويش وهو لافت يقول عندما لم يبقى سوى الكلمات يعني لم يبقى بحوزة الفلسطينيين بعد تجريدهم جراء النكبة التي تتواصل حتى هذه اللحظة ما ضل عندهم إلا الكلام في الكلام في الكلمات صار النهوض الفلسطيني المقاوم منذ بدايات المشروع السهيوني وعننا حشد من الأسماء والقامات والعلامات يعني عندنا إبراهيم توقان عندنا عبد الرحيم محمود عندنا عبد الكريم الكرمي وفي الجيل الثاني محمود درويش سميح القاسم إدوارد سعيد يعني عندنا بالتأكيد يعني ميراث كبير وعلامات كبيرة غسان كنفاني مثل علامة عالية في تاريخ القول والكلام الفلسطيني الناهض نحو الفعل المقاوم كرد على ما جرى للفلسطينيين وكان لديه روح نقدية يعني لم يكن فقط يصف مأساة التي عاشها الشعب الفلسطيني بل استخلص العبرة والدرس وقال جملته الراسخة والعالية في سياقات القول الفلسطيني في وصف المشهد وما يتعين على الذهن الفلسطيني أن يبدل وأن يغير لكي ينهض نحو فعل المقاومة الوجودي لازم نحن الفلسطينيين نوسع ذهننا شوي في مخص المقاومة يعني ما نحشرها بس في مسائل وقضايا معينة لا المقاومة هي طاقة فعل وجودي من أجل الدفاع عن الكينونة والسرورة والبقاء والاستمرار والتحقق والانعطاق بهذا السياق نحن نفهم غسان كنفاني والدور الذي لعبه هو دور متميز وكان فيه بعد المبشر يعني في نعي محمود درويش لغسان كنفاني يقول قولا يجب أن نعود لاستذكاره ولتمثله دائما وأبدا كان رشيقا ومتوترا كغزال يبشر بزلزال نحن نعرف بالطبيعة أنه اللي بكلنا عن الزلازل الطبيعية المؤشرات عن الزلازل الطبيعية هي الغزلان بتاريخنا كان غسان هو غزال الوعي إذا جاز القول الذي يبشر بفكرة زلزال الجماعة التي تتمثل في فعل المقاومة من هنا نكتسب غسان أهميته جميل جدا دكتور طيب دكتور أنت صاحب تجربة كبيرة جدا للتعقب والإدراك وكما تفضلت من أجل التعقب نحتاج إلى الإدراك فكيف تعقب الدكتور محمد فراحات كتابات غسان كنفان وخرجت بهذا الكتاب بعنوان كمين غسان كنفان حديثنا أكثر عن هذه التجربة ولا يعني فيه كمين في الكمين كمين في الكمين فكرة كمين غسان أنه غسان نصب لوعينا الكمين الأكثر ملاءمة لكي نستطيع مغالبة التحديات التي نواجهها جراء ما ترتب عن الاحتلال والإقصاء والاستبعاد التي تعرض له الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل ومشروعها الكبير بالتجربة الفلسطينية كان نزولنا إلى الكمين الذي نصبه غسان وغيره من القومات الكبيرة في تاريخ القول والكلام كان نزولنا هو الصعود الأعلى الذي مارسناه من خلال فعل المقاوم بأشكاله المتعددة عندما غادرنا كمين غسان والشركاء الآخرين واجهنا مشكلات كبيرة إذن فكرة الكمين جاي من هون أنه لقد نصب غسان كنفاني لنا من خلال القول والكلمات والرواية والقصة القصيرة وفعليته المختلفة لأنه غسان كنفاني عال 36 سنة 36 سنة ما بكفه ولا لشي ولكن كان داخل 36 سنة يعني اشترح حيوات كثيرة أكثر من حياة عمل أكثر من حياة داخل هذا الإطار الزمن المحدود وعلى رأي أيضا الراحل كبير محمود درويش يعني يقول أنه لقد جرى سفك دم غسان كنفاني بطريقة محرومة من الوصف يعني خارج نطاق أي وصف على رأي محمود درويش أنه تاريخ النثر الفلسطيني المعاصر وبتعرف إحنا أمة شعر يبدأ مع غسان كنفاني تفرد غسان كنفاني يعني الدكتور برأيك يعني غسان كنفاني قتل واستشهد لأن قلمه كان بندقية فكم كان سيعطي لو أنه عاش لعمر الستين لعمر السبعين أو لو نتحدث لو أنه عاش عاما آخر أكثر من ذلك نتحدث أيضا عن أهمية المقاربة بين الأدب والتاريخ وهذه المقاربة قمت بها أنت في هذا الكتاب نتحدث عن السيسيولوجية في هذا الكتاب نعم هو يعني دائما كقارئ يعني وليس ك خلينا نتفق حول مسألة أساسية أنه بالنسبة لأعدائنا يعني في قول مشهور لمشي ديان بقول أن شاعرا عربيا أخطر من عشرة آلاف مقاتل وهذا تمجيد يعني للشاعر بالنسبة لهم كل صوت ذو صبغة مقاومة أو مؤسسة لأشكال مقاومات الأخرى وهنا يأتي أهمية الشاعر والرواية والكلام والنقض والدراسة والبحث وغيره بالنسبة لهم هذا يشكل مصدرا أساسيا للخطر وبالتالي عملية اغتيال غسان كنفاني كانت ترتبط بإسكاة صوت ووضع حد الله هلا ما بنعرف لو طالت به الحياة ماذا كان سيفعل ويكن في مكان ما أنا أعتقد بأنه قد كان محظوظا بالموت في ظروة الصعود الفلسطيني بنيل الشهاد نعم في لحظة كانت تتشكل فيها درامة فلسطينية عالية في ظروة الصعود الفلسطيني المقاوم استشهد غسان هذا من جهة أخرى غسان لم يدعو الناس لكي يقاوموا وجلس على التلة هو كان مثالا تطبيقيا حيا على الدعوة التي دعا إليها الآخرين من خلال نصه يعني فينا نقول أنه باستشهاده كتب أعظم نصوصه على الإطلاق رغم كل هذه الأمور دكتور هذه الكتابات مازالت حاضرة واليوم أدباء وكتاب مثل أفضلك دكتور تتتبع هذا النص وهذه النصوص وتحاول أن تفسر عقلية غسان الكنفاني الكبيرة في وصفة تجربة الفلسطينية ونقل الرواية الفلسطينية شكرا لتواجدك معنا دكتور شكرا جزيك شكرا دكتور وكل توفيق في هذا الكتاب ومبارك إطلاق الكتاب يعني ضياء كمان من المهم أن نذكر للمشاهدين أن هناك روايات لم تكتمل لغسان كنفاني كان يعمل على كتابتها معا وهي الأعمى والأطرش والعاشق وبرقوق نيسان اغتياله كان سبب في عدم إكماله سمحوا لي بتنويه من باب الإخلاص الأخلاقي النسخة الأولى لهذا الكتاب صدرت عن دار إي كتب بلندن التي يديرها علي الصراف وبالتزامن صدرت أيضا عن دار عائدون للنشر في الأردن التي تديرها السيدة لمسخ نيني ويدين ظهوره من خلال هد الكتاب في فلسطين للأستاذ مراد السوداني هؤلاء جديرون بالتقدير شكرا دكتور